بقول لحضرتك ايه? قولي. يعني اعملت ثلاث قروض من البنك ورا بعض. عملت قروض من البنك? اه كنت بجوز بنتي. ما انت شاملولة هو? وبعدها جزت ايه? قال له هيامل عملية رحت جايبة برضو كارد. ايه? وقبتيه بضمان ايه يا هانم هانم? انا مدرسة. يختع عليها القطة. يختع عليها صلى الله على محمد. عشان انت مدرسة تجيبي قروض يا بيت? المرتب ضعيف. طب ما هيحبسوك يا هان. وجوز كان تعبان قاعد تسع سنين يخس وغسل الكلا بعد كلا. لا اصيلة يا بيت اصيلة. المهم انك انت حتيح يحبسوك امتى عشان ازول? لا ما انا جبت الكارد التالي تجوزت ابني وفضل لي سنتان وخلص كل الكرود. طب الحمد لله ربنا يتوب عليكم ما تعملها ايش تاني. طب انا بسأل حضرتك من حق الكرود ده حرام? اه. حرام? اه. الا للرجل اللي هيعمل عملية بدم لله اخ ولا عنده عنده دم فعلته. فانت وقفت جنبه مضطرة ده الحاجة الوحيد. لكن جوان. جيتوا على توكي ده هو. وبعدان خدت عشرين راجي. وطلت عربياء. وروحت في ايه? ما خلانا جوصة في انتخابات السيسي وروحنا جبنا العزال كله. جدعة. بعدان روح روح تطلقته. ايو. وبعدان احنا دلوقت جبنا شهود زور ان احنا بناخده العزال ان احنا ما خدناش العزال وبنطلبه بالعزال تاني. ايو. وحرمينه ان احنا ما يشوفش عيال. جدعة. ده فاضل ايه تاني. بمعكيش طابلة. تحد مقجرك علي يا بيت. والله يا دكتور دل حاس. لا يعني وبتكينيلي ورا بعض ورا بعض ورا بعض. طيب يا دكتور ايه هو نفس يشوف العيال ولما جي عندنا يشوف العيال ضربناه. ضربته. لا. طب سؤالك ايه يا زينبو. هل ده حرام بقى انا زنبت البيت. حرامين اتنين. واربع حراما. وتمانين حراما. بالتمييز يا بيت. حرام مين يا بيت? حرامين واربعا يا بيت. تشبعي حرامات. حرام عليك يا اختي. لا لا. يا ما تبقى انا انا فاهم اللي انت قلتيه. ويمكن انا ويمكن انا اكون الوحيد في العالم اللي هيجاوبك. طب اسمعني بس يا دكتور. حاضر عناية حاسمة. عناية يا اختي. طب سؤال زغير قد كده تنتوفة انا غلطان ان قلتلك ان انا الوحيد اللي هيجاوبك. لانك ما انتش عايزة حد جاوبك. انا. وهتفضلي لتاتة وعجان. يا بيت اسمعي. يا بيت اسمعي. انا هسألك سؤال صغير. اسمعي بس يا بيت. رد علي يا امل انت كلمه كلمة دولية. انت مش قصد تسأليني الدعوة اللي انت دعتيها. لما تحققت تعباتي. جدا. طب امال ايه بقى? هتكمل ايه? صلات عمل صلو عمر حضرك. تعملي عمره غلط. ولا الكلام ده له ايه لازمة. وبدعينه على طول. فبسكوت ولا تدعي حتى. انا هقول لك الاجابة. بقول لك انا الوحيد يا روح امك. وروح جوزك وروح انا كمان يال. الله يخلي. اسمعي يا اختي. لما نفتح التمهيد ابن عبدالبرة عشر ما من الكويت. فضلي يا شيم 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 شيم. بنستورك يا شيم بسرعة. عندي استفترة. يلا. انا اتطلقت من اربع شهور. الف بركة يا بيت في عيالي الاول? في ولد عنده ستة شهور. يلا رجعي لو في فرصة للرجوع. ركزوا في كلامي كويس. للأسف ما فيش فرصة وانا هو مش عايزين نرجع. احسن. انا دلوقتي مش عايزة اوري ابنه. اه بس هتروح النار على طول مع ابو جهل في حضنه وحتنزله سوا في الدرك الاسفل. كيش دعوة بابنه. لا من قريب ولا من بعيد. يشوف وقت ما يحب. يا هو يا الواد. ما تروحيش النار يختي. ده مش عايش في غالبك يختي. اللي كان كان يختي. وتجوزتي غلط يختي. الواد ملوش زنبي يختي. ما فيش حاجة اسمها مش عايزة ورينه الواد. احنا ما بنتجرش بالعيال. ما تروحوش النار مجانا. انا متجوزة وعندي تلات اولاد وربيتهم. وانا اللي بشتغل بقالي تلاتين سنة وانا اللي مربيوهم. والحاج بشد في الجوزة ها. اه. الحاج بكركر ومستنييك ومستني المرتب. ما بيشتغل. ايه الهانة ده? اه طمع ما بيشتغلش. ويشتغل ليه يا بيت? يا بيت يشتغل ليه يا بيت? يشتغل ليه? مادام لقى الحمار شغال. اه. لا لا الله وبدور الساقية الحمار. وبدور الساقية يا بات. يا نسوان اخر زمن. يا نسوان ما تعرفوش الدين. انتوا عودتوا الدكورة. مش الرجالة. اللي في بيوتنا مش رجالة. الراجل اللي مسك الجوزة ومستني المرأة تجيب التماطم معها اقول لا. اه. يا باكل الزيت تجيب التوارع. تقولوا حودتها الجزار ما لقتهاش. لانتك زودة اللي لادي. ده ده حيوان. يعني رمضان ايه اللي مستنيه ده? اسلام ايه اللي يعرفو ده? انتوا قلبتوا الدين كده والدنيا. انت يا اختي قبل ما تجيب التلاتة. لما كنت تلاقي متنح. كنت تحزريه وتنزريه وتهديديه. وتسيبيه. يا بيت اسمعيني لله وكملي كلامك. انت اللي عودتيه يا اختي ومنتش لوحدك. طيب ما اعمل ايه? ايوة اعمل ايه? عكوها واسألوني عيني بتعملي ايه? بطالة من الصبح وهو هيجيبك اربعة اربعة وروح السجن واحنا نصلي عليك يا اختي. ما تعود تلاتين سنة يا بيت. ما تعود خلاص يا اختي. ما دلد الرجل يا حبيبتي. اه هتعمل ايه? قول انه اتق الله فقر ايامنا. تعال انتوب لربنا. وعليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اقول لحديك انا عايزة اسأل بس حضرتك ان انا عندي قط. اه القط دوت يعني عايز يعني يتزوج بس انا عنديش امكانية ان انا اجيب له قطة. نخطب له. نشوف له. لا انا اجيب لك يا سلام. ونتعاون ونعمل اعلان في الوعيزة الحاسب. نجيب له عروسة ما حصلتش. هو انت متأكدة انه قط ممكن يكون قطة يا بيت انت مشو خدبالي. لا انا متأكدة. انه ذكر? اه. وايه اللي عرفك انه عايز اتجاوز? وهو اصل انا اه وجات له مشكلة يعني كان عنده مشكلة وودته للدكتور. ايه. الدكتور قال لي انه هو المشكلة بسبب انه هو عايز اتزوج. والدكتور ما عندوش اه ممرضة شغالة خطبة للقطة? لا ما فيس. طب انا اقولك على حاجة انت ساكنة الاول في القاهرة ولا في الاقاليم? لا في القاهرة. في القاهرة. ومتجاوزها? اه الحمد لله. اسكوتي. وجوزك بيشتغل ولا عواطلي? لا بيشتغل. طبعا لازم يكون بيشتغل. معك عيال? اه الحمد لله. اقولك على حاجة كلمة وتصدقيني? اقمر يا راجل. العمر اللي لا يا دكتور. بقولك. قل لي. الوقت دخل عن نتة الليك ربحت النتة ولينتتوه. يا الله. وراح يا بتعرف. لجي جعل اجدمية شرطة في اسكندرية. وهو فول اعدادي. وبالدين وراسه سيف عاجل عالكورة يروح الاجدمية ويسيبني من المدرسة هنا ويروح الكلية يروح الاجدمية بتاعت الشرطة. يعني هو يتعرف على الفيس على مين في اسكندرية? اه. دخل على اجدمية الشرطة. على ايه? اجدمية الشرطة بتاعت النادي الاهلي. يعني هو دخل على اكاديمية الشرطة? اه وعادي روح يقدم فيها. يقدم فيها هو فول اعدادي. هو فول اعدادي هايسي بالمدرسة. كيف يقدم هو فول اعدادي معاريفش? يقدم في الكلية يروح الكلية بتاعي. يقدم فيها هو فول اعدادي. ايه ويدفع الفين جنيه وياخدوه. من قال كده والله معلومة جديدة خالص يا رجب علي. يا دكتور. ايه? في اكاديمية شرطة عاملها في القاهرة في اسكندرية في جميع البلاد. اه من شرطة اللي عاملت ديه? اكاديمية اكاديمية زي المدرسة. اكاديمية يا اخي ايوة. يعني في اكاديمية شرطة بتدرس اعدادي وسنوي. لا كورة كورة. اه يعني اكاديمية بتاهل ده هو بقولك فولي اعدادي. يا دكتور. فيه? يا دكتور. خبرية وجول. اكدامية شرطة بتاعت كورة كورة. بتاع يعني هو انت سؤالك لي حوالين الكورة? يعني الوجع يسيبني ويروح يلعب ايه كورة في الاجدامية? يا ابن الحلال مش بتقول بتاهل ومناهي بتقول في ودني. بتاهل العيال. لدخول كلية الشرطة. يتخرجوا زباط. يدفعوا عن البلاد. ويحفظوا على الامن. اه. يا ريت ياخدوه من السنة اللي فاتن كانوا اخدوه. ده عادي روح الكورة. بليه? عادي روح الكورة الكورة. يعني مش لها دعوة بالشرطة? لا ده عادي بقى زي من انتهى عادي بقى زي بحمد صلاح. لا اضربوا على رجليه بس بالراحة مش تعوروا. يعني. يعني ما تفوش. لا ما تتخليش روح. لو كليش شرطة خليه يروح. ما تخليش روح. الله يباني. لو شرطة وحقيقة العزابط ولا امين شرطة خليه يروح. بس لا يبانيك لي فيك يا دكتور. شكر يا راجل. مع السلامة شرفتني. وطبع ابو والدي قالت لا ما في التأسيم قال لما الصغير يكبر. الكبير يموت بقى بالمرة. ماما عملت شريعة غير دين محمد سيدنا صلى الله عليه وسلم. وحكمت المرأة وشرعت لنا شرعا جديدا. حيث قالت لا تقسيم حتى يكبر الصغير. وكان عليها ان تقول ويموت الكبير. ويموت من على المسرح. ويموت المشاهدون جميعا. غلط. وامك ولي زيها غلط. والمراسي توزع بعد ربع ساعة من الوفاة. طب حضرتك دلوقتي هي من صفة مغها قوي. والاخوات دلوقتي بعد ما كانوا اللي اخوات مع بعض ايد واحدة وبيتعاملوا بالحض والمواد ده. دلوقتي بقى كل واحد زعلان من التاني. ثمرة مما زرعته امك. ثمرة. من ثمرات زراعة مامي. وبيرجع لحضرتك الفاتوى دي بيقول انا سمعت الشيخ مبروك عطية بيقول انه من حقه يخب على امراته. ويخب على الدنيا بحال. ويخب على الدنيا بحال. وهو حر. وهي لما تعرف وقت ما تعرف. عرفت. يقول له غور في ده يا انت وهي يا يقول لها لا انت اللي حتغور. المتضرر هو اللي يمشي. الراجل لا سندويتش. ولا فريك ما حب الشريك. الراجل له اربعة. والراجل مليوش ولي. ولا امراته لها دعوة بجوازته التانية ولا التالتة ولا الرابع. حضرتك اسمعني. ضنايا. ضنايا اسمعيني يا اختي. هو اتجوز وغلطان ده ورقة تانية. هو ابن ستة وستين ده ورقة تانية. يا بيت اسكوتي. انا لو سمعتك عشر سنين حضر كلامي. راجل متجوز يا بيت اسمعي. يا بيت. يا بيت. اسمعي يما. اسمعي عمك واخوك وبوكي واستاذك. الراجل يتجوز يا بيت. على امراته لا يقول لها ولا يجيب لها سيرة وجوازته صحيحة مية في المية.